ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة والستين لاستشهاد البطل أحمد زبانا تعود بنا الذاكرة التاريخية لغاري بوجليدة الرمز التاريخي الذي تروي زواياه تفاصيل مهمة في حياة الشهيد كان غار بوجليدة مكان الاجتماع المجاهدين والتحطيط للطلاق العمليات العسكرية والفدائية غار بوجليدة الواقع بأعلى هاته الجبال ببلدية القعدة دائرة زهانا مركز التقاء المجاهدين للتخطيط لعملياتهم العسكرية لعل أبرزها معركة الثامن نوفمبر عام الف وتسعمائة واربع وخمسين وقعت فيه معركة في ثمانية نوفمبر الف وتسعمائة واربع وخمسين والتي كان فيها الشهيد أحمد زبانا حاضرا وقد استشهد في هذه المعركة برهم عبد القادر وأصيب الشهيد المقسلة أحمد زبانا برصاصتين نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري ثم منها إلى المحاكمة وقد أصدرت المحكمة العسكرية في حقه حكم بالإعدام يضح الرجال لتعيش الأجيال في وطن العزة والحرية بمنشآته ورجاله وأبنائه لإحياء ذكر استشهادهم ونقل بطولاتهم للأجيال القادمة